اشتركوا في القناة الثاني هو توضيح كيفية تشكل المعادن في الطبيعة نرى هنا مجموعة من المواد جميع هذه المواد هي عبارة عن أشياء تستخدمها في منزلك برأيك مما تصنع هذه المواد بالطبع هي مصنوعة من المعادن ولكن ما هي المعادن التي تدخل في صناعة هذه الأشياء؟ دعونا نرى المادة الأولى وهي مادة الزجاج من يعرف مما تتكون مادة الزجاج؟ أحسنتم يصنع الزجاج من مادة الكوارتز وهو عبارة عن معدن معدن لكوارتز أما قلم الرصاص فيصنع من معدن لغرافيت نقارن الآن بين المعدن والصخر فما الفرق بينهما يا ترى؟ بداية المعادن هي عبارة عن مواد صلبة غير عضوية موجودة طبيعيا لم تنشأ معنى ذلك أنها لم تنشأ من حيوان أو نبات ذراتها مرتبة بانتظام وتكون أشكال هندسية متميزة هذه الشروط متى ما وجدت في المادة راح يطلق عليها اسم معدن إذن واحد هي عبارة عن مواد صلبة اثنين مواد غير عضوية ثلاثة موجودة طبيعيا وذراتها أربعة مرتبة بانتظام وتكون أشكال هندسية مميزة نرى هنا مثال على المعادن معدن البيريت أما الصخور فهي عبارة عن مادة مكونة من معدنين أو أكثر إذن تتكون الصخور من المعادن والمعادن المكونة للصخور تشمل الكوارتز الفلسبار الكالسيت الجبس والهاليت ولدينا هنا مثالين على صخور هما ملح الهاليت وأيضا الجبس والآن أعزائي الطلبة لدينا نشاط تقييمي في هذا النشاط راح نصنف المواد إلى معدن أو غير معدن مع ذكر سبب عدم كون هذه أو اعتبارها من المعادن المادة الأولى هي مادة الإسمنت أحسنتم هي غير معدن ولكن لماذا لا تعتبر معدن؟ لأنها مادة غير طبيعية ومن شروط المعادن أن تكون مادة طبيعية المادة الثانية مادة الكوارتز أحسنتم هي عبارة عن معدن المادة الثالثة الأباتيت أحسنتم أيضا عبارة عن معدن ماء البحر يا ترى هل هو معدن أم غير معدن؟ أحسنتم غير معدن لماذا يا ترى؟ لأنه عبارة عن مادة سائلة وذكرنا سابقا أن المعدن لا بد أن يكون مادة صلبة الزجاج أيضا غير معدن لماذا لا يعتبر معدن؟ رائع لأنه مادة غير طبيعية النفط من يقول هل هي معدن أم غير معدن؟ أحسنتم غير معدن لماذا غير معدن؟ لأنها مادة عضوية أصلها حيواني أو نباتي وكذلك هي سائل فشرطان لم يتوفران في النفط المادة الأخيرة وهي النفط أيضا غير معدن لأنها عبارة عن مادة عضوية ناتي الآن إلى هدفنا الثاني وهو كيف تشكلت المعادن في الطبيعة؟ نشاهد هنا وجود أربع طرق لتكون المعادن في الطبيعة الطريقة الأولى وهي التبريد البطيء للصخير الصخري أو ما يسمى بالماجمة في باطن الأرض تندفع الماجمة وهي الصهير الصخري من باطن الأرض عبر شقوق فتبرد تدريجيا ببطء مع اختلاف درجة الحرارة لما تصعد إلى الأعلى كلما تصعد راح تختلف درجة الحرارة مما يؤدي إلى اتحاد ذرات الماجمة بطريقة منتظمة وتكون أنواع خاصة من المعادن إذن الطريقة الأولى هو التبريد البطيء للماجمة أما الطريقة الثانية فهي التبريد السريع للماجمة عند وصوله إلى السطح اللاذة أو اللابة عندما تصل الماجمة إلى سطح الأرض يطلق عليها حينها اسم اللابة طبعاً لما تصل إلى سطح الأرض راح تبرد بشكل سريع فتتنظم الذرات مكونة معادناً أخرى أما الطريقة الثالثة فهي تبخر ماء البحر مثل بلورات الملح وبلورات الجبس ومثال على ذلك معدن لفلوريد يتكون من محلول مشبع من معادن ذائبة فيه الطريقة الرابعة والأخيرة هي الترسيب كما نعلم أن الماء يمكنهم حمل كمية محددة من المواد الذائبة وإذا كانت هناك توجد حمولة زائدة فهذه الحمولة راح تترسب على شكل مادة صلبة تغطي مساحات واسعة من قيعان المحيطات مثل عقيدات المنجنيز جاء وقت النشاط التقييمي أعزاء الطلبة لدينا مجموعة من الأسباب والنتائج المتعلقة بتشكل المعادن أكمل المنظم التخطيطي التالي إذن النتيجة الأولى تكون أنواع خاصة من المعادن نتيجة اتحاد ذرات الماجمة في باطن الأرض حين قال في باطن الأرض معناته التبريد البطيء للصهير الصخري الماجمة في باطن الأرض نأتي إلى الثاني ترسب المواد الذائبة على شكل مواد صلبة في قيعان المحيطات هنا تكون عقيدات المنجنيز ستكون النتيجة السبب تبخر ماء البحر وتجمع المواد الذائبة في الماء فما هي النتيجة يا ترى؟ أحسنتم النتيجة تكون بلورات الملح وبلورات الجبس رابعا النتيجة تكون معادن من تصلب اللابة السبب هو التبريد السريع للصهير الصخري الماجمة على سطح الأرض اللابة شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء في درس آخر